موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام عشرات القادة العسكريين والضباط غرقوا في رمال غزة والبحث اليوم جار عن البدائل هذا بعض من اعترافات الاحتلال بخسائر الحرب المستمرة على القطاع للشهر السادس وفي شبهات الإسناد تنسيق وتماهن تام وعمليات نوعية وتوسيع لدائرة النار وارتوقاء في مستوى العمليات والأسلحة من لبنان واليمن والعراق أما على خط المفاوضات بيان مقتضب من حماس أعلنت فيه أن وفدها غادر القاهرة من أجل التشاور مع قيادة الحركة فيما أكدت قيادات في حماس أن إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إذن من جديد نرحب بكم مشاهدين الكرام في هذه الساعة من تقطيتنا والتي نناقش فيها وفي قسمها الأول ارتدادات الحرب على الداخل الإسرائيلي وللحديث عن هذا الواقع والجبهة الداخلية الإسرائيلية نرحب بالدكتور عباس إسماعيل محلل المدين لأشؤون الإسرائيلية مساء الخير دكتور عباس اسمح لنا أن ننطلق من هذا التقرير وتحديدا بالمحصلة بعد خمسة أشهر من هذا العضوان على غزة إذن مع دخول الحرب على غزة شهرها السادس يزداد الوضع الميداني صعوبة على الأرض فيما التطورات على الجبهة الشمالية مع لبنان لا تحمل معها قدرة للجيش الإسرائيلي على الحسم في ظل استخفاف محللين بتهديدات المسؤولين الإسرائيليين لحزب الله التقرير للزميلة منال إسماعيل بدخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السادس تبدو المراوحة في الميدان سيدة الموقف في ظل غياب الإنجازات العسكرية على الأرض واستراتيجية واضحة لدى الحكومة الإسرائيلية في شأن اليوم التالي للحرب كل ما نراه ومراوحة في المكان نحن لا نرى مناورة برية وأهداف الحرب إما تحقق جزئيا وإما لم تتحقق قط الأداء العسكري غير صحيح وما هو قائم الآن عمليات أمن جار وحتى القوات التي بقيت في غزة هي أربعة ألوية ولا يمكن خوض حرب بأربعة ألوية الوضع على الجبهة الشمالية لا يبدو أفضل حالا بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي في ظل غياب القدرة على الحسم وتشكيك المحللين في تهديدات المسؤولين الإسرائيلي والإسرائيليين والاستخفاف بها وذلك كله يأتي على وقع هربي أكثر من مائة ألف مستوطن من مستوطناتهم في الشمال فيما حزب الله مستمر في تحدي منظومات الدفاع الإسرائيلية منذ أكثر من أربعة أشهر ونحن نهدد في الشمال نهدد ونهدد أريد أن أفهم ألم نصحق مستوى تهديداتنا إلى حد أنها لم تعد تسوي شيئا المسؤولون يقولون نحن آتونا ونحن كذا ولن نسمح بكذا أليست كل هذه التهديدات مضحقة؟ في حزب الله يحاولون تحدي القبة الحديدية لتحديد مكان بطاريات القبة واستهدافها انطلاقا من أن إصابتها ليست مسألة رمزية فحسب بل تؤدي إلى أضرار تصعب على سلاح الجو والدفاع الجوي مواصلة اعتراض الصواريخ وبهذا لا يسمح الحزب بعودة السكان إلى الشمال اليوم وبعد تخطي الحرب على جبهتي الشمال والجنوب عتبة المائة والخمسين يوما قال خبراء إن الإجابة عن كثير من التساؤلات التي تطرح في شأنها الإسرائيل اليوم أكثر قوة وردعا واتحادا هي ببساطة كلا حاسمة وواضحة منال إسماعيل الميادين دكتور عباس بعد أكثر من 252 يوما وهي أطول مواجهة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بجردة الحساب ما الذي تحقق بالنسبة للإسرائيلي وما الذي لم يتحقق على الجبهتين أتحدث مع غزة ومع الجبهة الشمالية تحديدا جنوب لبنان بداية كما تفضلت هي أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ تأسيسها حتى الآن ودخلت الشهر السادس والسؤال الذي يطرح في إسرائيل بشكل كبير ما الذي حققته إسرائيل أين أقفقت أين نجحت وما هو أفاق ما يحصل المقاربة وجردة الحساب هذه لا تصح أو تكون مقاربة يشوبها الخلل إذا لم تنطلق من مسلمة يجب التأكيد عليها باستمرار حتى لا يعتاد عليها لا المواطن العربي ولا المواطن الفلسطيني ولا أي أحد لأنها يبدو أنها قد تخرج وتصبح عادية بدلالاتها ألا وهي أنه هو موازين القوى بين الطرفين يعني يجب أن لا ننسى من الذي يخوض الحرب ضد من نحن لسنا أمام طرفين متكافئين من حيث القدرات من حيث الأمكانيات من حيث الدعم من حيث التأييد من حيث الجغرافيا من حيث السلاح هذا يجب أن لا ننساه أبدا ولا ينساه أي أحد عندما يأتي ليقارب ليقول ماذا حققت إسرائيل وماذا حققت حماس وماذا حققت حزب الله من الظلم للمقاومة الفلسطينية وأيضا من الظلم للمقاومة الإسلامية في لبنان تجاهل هذه الحقيقة لماذا لأنه عندما نقول أن إسرائيل بعد ستة أشهر داخلنا في الشهر الثالث تقود حربها على قطاع غزة الذي هو قطاع 350 كم محاصر ليس لديه إمكانيات ليس لديه طريق دعم ليس لديه أي مساعدات بالمقابل إسرائيل بكل إمكانياتها وقدراتها وراء أهل الولايات المتحدة الأمريكية وضوها العظمة بينما قطاع غزة لا يوجد أحد خلفه وهذه الحقيقة التي هي بديهية والكل يعرفها يجب أن لا ننساها عندما نأتي لكي نقوم بإيجادة حساب إذن نحن أمام الطرفين لا يوجد بينهما أي تكافؤ بين حيث القدرات والإنكريات الفجوة كبيرة جدا جدا ومع ذلك نحن نتحدث عن بالحد الأدنى تكافؤ أو توازن إلا من أن نتحدث عن انتصار للمقاومة الزاوية الثانية التي لا بد من أيضا المقاربة الموضوع منها هو أهداف إذا أردنا أن نقيم إسرائيل نجحت أو أخفقت يجب أن نقيم ذلك قبل أن حصل الأهداف والأمر ذاته ينطبق على حماس وينطبق على حزب الله هناك معروف أن إسرائيل منذ اليوم الأول حددت ثلاث أهداف القضاء على البنية العسكرية والسلطوية لحركة حماس استعادة أسراء إزالة التهديد الآن في الشهر السادس في إجماع في إسرائيل أن إسرائيل لم تحقق أي من الأهداف الثلاث هذه الأهداف الثلاث إذن باختصار شديد بلحاظ تقييم الأهداف أيضا إسرائيل لم تحقق هذه الأهداف ولم تصل إلى أي نتيجة فيها أيضا الزاوية الثالثة أيضا نتحدث بشكل منهجيا إذا أردنا أن نقارب الآن إسرائيل في شهرها الثالث هل هي أفضل أو أسوأ يجب أن نأخذ التاريخ الذي بدأت فيه الحرب ونرى إسرائيل عندما بدأت الحرب كيف كان وضعها الداخلي كيف كان وضعها العسكري كيف كان وضعها الاقتصادي كيف كان وضعها السياسي كيف كان وضعها الدولي والنفسي والمعنوي ثم ننتقل الآن لنقارن بعد خمسة أشهر دخلنا في الشهر السادس واضح جدا للجميع أن إسرائيل في كل هذه المجالات التي ذكرتها هي تراجعت ولم تتقدم صحيح أن إسرائيل نجحت في أن تلحق الدمار في قطاع غزة وأن تقتل عشرات ألاف المدنيين والمواطنين في قطاع غزة ولكن هذا ليس هو الذي يصنع النصر وليس هو الذي على أساسه يجد مع كل ما يحمل من مآثي وكوارث ليس هذا الذي هو الميذان الذي يقاس بالعكس هذه الكراهية لإسرائيل زادت على المستوى الدولي نتيجة ما قامت به دون تحقيق أهدفها الأساسية إذا أخذنا مسألة واحدة فقط ما يسمى بالتضامن الداخلي في إسرائيل عندما بدأت الحرب ما يسمونه السيوف الحديدية على قطاع غزة كان هناك نوع من الوحدة واللحمة والتضامن في إسرائيل رموا خلافاتهم جانبا وتكاتفوا كالبنيان المرصوص ضد الفلسطينيين الآن أين هم من هذا الموضوع أين الخلافات الداخلية أين الاستجالات نأخذ أيضا الموضوع العلاقات الإسرائيلية الدولية أيضا حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك مشاكل زيارة جانس التي أثرت الكثير من التساؤلات إذن هناك بكل المعايير الوقت لا يسمح لإستعراضها إذن بعد 6 إلى 5 أشهر بدأنا في الشهر السادس جردت حساب موضوعية محايدة لما يحصل يظهر أن إسرائيل بعد شهرها السادس هي في وضع أسوأ لم تحقق أهدافها والأسوأ من ذلك بالنسبة لأنه في المدى المنظور هذا ما هو السؤال الأساسي التأثير على مسار ومصير الحرب دكتور في ظل هذا الواقع على مسار الحرب يمكن القول بأن الأسوأ قد قطع بالنسبة للمقاومة الفلسطينية لأنه نعرف أنه إذا أخذنا فيك في أن القوة القوة الإسرائيلة التي الآن تقاتل في غزة كما قال لبرمان قبل قليل قال في مقابله قال الآن القوة العسكرية الإسرائيلية تقاتلها أربعة ألوية أربعة ألوية التي بينما مع بدء الحرب كنت حتى عن سبع فرق سبع فرق كل فرقة أربعة إلى خمس ألوية فإذن العديد الآن لا يوازي فرقة واحدة هذا يدل على حزم التراجع بالقدرة العسكرية التي تقاتل فيها إسرائيل لأننا نتحدث عن المحصلة عن جردة الحساب هذا سنذهب إلى أعداد وأرقام القتلى خصوصا بصفوف الجيش الإسرائيلي إذن الجيش الإسرائيلي يغرق برمال غزة ويعترف عبر إذاعته الداخلية بمقتل 69 قائدا عسكريا برتب متفاوتا منذ بدء حربه على قطاع غزة ومن بين القتلى 39 قائدة فصيلة أو نائب قائد سرية 13 قائدة سرية ضابطا وعمليات 6 نواب لواء أربعة قادة ألوية سبعة قادة إضافيين انضموا إلى القتال من الدراسة أو من إجازة تصريح فيما يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعادة سد الفجوة بصفوف القيادة ماذا يتعني هذه الأرقام دلالة وحجم هذه الخسائر بالقيادة أو نتحدث بالرتب القيادية الأساسية كضباط من وجهة النظر الإسرائيلي دكتور عباس قبل قليل لكم نتحدث لماذا دائما رئيس الأركان يتحدث عن الثمن الباهث هذا هو الثمن الباهث الذي يدفعه الجيش الإسرائيلي في حربه على قطع غزة على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي لا يتقدم إلا بعد أن يسوي المنطقة في الأرض وعلى الرغم من ما يفعله سلاح الجو على الرغم من التدمير على الرغم من إذالة المباني رغم كل هذا الجهد وعلى الرغم من أن الجيش لا يدخل المنطقة إلا محصنا في آليات مدرعة رغم كل هذه الأجراءات نرى هذه الخسائر التي رحقت بجيش الإسرائيلي على مستوى ألوية على مستوى قاعدة كتائب قاعدة سرايا وقاعدة فصائل وضباط برتب كبير هذا يدل على أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استبسلت ونجحت في أن تلحق في هذا الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة على الرغم من الفارق الكبير الذي حدثنا عنه قبل قليل بالإمكانيات والقدرات وكل ما له علاقة بالقتال الجيش الإسرائيلي يقاتل الآن وهو مرتاح ظهره محمي لديه قطاع جوي لديه قدرات نارية لديه قدرات استخباراتية لديه طائرات استطلاع لديه كل شيء بينما المقاومة الفلسطينية هي في الأنفاق تخرج من الأنفاق تقاتل وتعود وهذا يدل على حجم المقاومة الذي وجهها الجيش الإسرائيلي والثمن الذي دفعه مقابل هذه المقاومة وبمقابل هذه الأثمان كنا بالعادة مع انتهاء هذه الحروب تبدأ لجان التحقيق في الداخل الإسرائيلي الملفت ما كشف عنه من قبل الإعلام الإسرائيلي عن بدء هذه التحقيقات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نهاية هذا الأسبوع لتحديد المسؤوليات في المنطقة الجنوبية لدى كل من قيادة المنطقة وشعبة الاستخبارات محللون إسرائيليون يتحدثون عن استقالات ستحدث بعد انتهاء التحقيق قبل نهاية الأسبوع سيصدر أمر أول لرئيس هيئة الأركان العامة حول بدء تحقيقات داخل الجيش قائد المنطقة الجنوبية سيحقق فيما جرى في قيادة المنطقة ورئيس شعبة الاستخبارات سيحقق فيما حصل في الشعبة لمحاولة تعالم مما حدث وتحديد المسؤوليات أعتقد أن القيادة التي على الأغلب لن تبقى عليها أن تعلن أنها ذاهبة إلى المنزل عند انتهاء التحقيقات لسيما رئيس هيئة الأركان العامة قائد المنطقة الجنوبية رئيس شعبة الاستخبارات وجميع الذين لديهم علاقة بالأمر ما دلالت هذه التحقيقات وكيف تقرأ أيضا دكتور عباس اليوم أعلن بالفعل رئيس الأركان هيرثي هاليفي تعيين لجان التحقيق في جيش الإسرائيلي مع بداية الشهر السادس هو قبل شهر تقريبا أعلن أنه سوف يشرع في التحقيقات وهذا أثار عليه انتقادات كبيرة من المستوى السياسي لأنهم اعتبروا بأنه هو يصطبق لجان التحقيق ويصطبق استخلاص النتائج لأنه كما نعرف ويعرف الجميع أن الحرب التي تنتظر الداخل الإسرائيلي حتى قبل أن تنتهي الحرب على قطة غذة هي حرب تحميل المسؤوليات هي من المسؤول عن الفشل؟ من المسؤول عن الإخفاق؟ من المسؤول عن الكارثة؟ رئيس الأركان يريد أن يصطبق كل هذه الأمور وهو يقول أنه يريد أن يفعل ذلك لكي يستخلص العبر لأنه لا تزال أمامه مواجهات ويمكن أن يحارف مقابل حزب الله ولكن هذا لا يقنع خطومه ولا يقنع المستوى السياسي لذلك رأينا أن نتنياهو سارع إلى أن يطلب من مراكب الدولة أن يشكل أيضا نجان التحقيق وأن يطلب من الجيش التحقيق معه وهذا أدى إلى توتر كبير لأنه كيف الضابط الذي يريد أن يقاتل ويفكر برجنة التحقيق سوف يؤدي هذا إلى الخلال كبير ومع ذلك تقديرات بأنه هذا سوف يؤدي إلى توتر داخل الجيش الإسرائيلي أي نفسه كل واحد يريد أن يقدم سردية ورواية ينجي نفسه والسؤال الأكبر الذي يطرح الآن من الذي سيحقق مع رئيس الأركان من الذي سيحقق مع أعضاء هيئة الأركان الذين هم برتبة لواء من الذي سيحقق هذا ليزال مفتوح يبدو الآن التحقيقات هي ما دون ذلك إلى أن يصل إلى تلك المرحلة سوف يكون أيضا أمام استحقاق جديد وأمام أيضا زوبعة جديدة من النقاشات والانتقادات نعم وهنا سنذهب أيضا بإخفاء أو يعني عملية الإخفاء الآخر على الجمهور الإسرائيلي فيما يتعلق بالمعطيات الميدانية الحاصلة على الجبهة الشبالية هذا ما أكده معلق أشؤون الإستعسكرية بالقناة الرابعة عشرة أن أمين عام حزب الله يحاول اختبار المنظومات والبحث عن مسارات للطيران بهدف التحدي ورؤية كيفية رد إسرائيل ربما يحاول السيد نصر الله اختبار المنظومات والبحث عن مسارات للطيران يرسل مسيارات إلى مواقع مختلفة بهدف التحدي ورؤية كيفية رد إسرائيل وإبلاغ ذلك للجمهور وهل نحن نروي الرواية الكاملة أم نخفيها هو يعرف ما الذي يرسله ونحن نعرف ما الذي نعترضه لكن الجمهور لا يعرف كثيرا هو وضع إصبعه على الهدف والتهديد جزء كبير من الأحداث لا يذكرها الجيش الإسرائيلي لأسباب تتعلق بالتعتيم على المعركة ليس كل شيء يجب قوله وليس كل هدف مهدد يجب تأكيده فورا لأنه ببساطة يعطي أحداثيات بذلك مصداقية المقاومة في اعتراف مباشر من قبل إسرائيل ويتجدد كل مرة ولكن المشكلة بالثقة يعني أزمة الثقة بعدم إبلاغ الجمهور الإسرائيلي بما يحصل في الشمال هذه ربما مرات السابقة القليلة أو النادرة التي نشهد فيها هذا النوع من التحكم من قبل المستوى المسيطر في إسرائيل على المستوى السياسي أو المستوى العسكري في ما ينشر وما لا ينشر وفي كل يوم نسمع تقرير إعلامي ونسمع معلقين كل ما يقولونه يقولون أن هذا نقوله بناء على موافقة الرقابة وهذا لا نستطيع أن نقول أكثر لأن الرقابة تمنع ولكن ما يقوله هذا التقرير هو يقر بأن الجيش الإسرائيلي يخفي المعلومات عن الرأي العام الإسرائيلي ويخفي المعلومات في كل ما له علاقة بالأهداف التي تستهدفها المقاومة وبالنتائج التي تحققها والإصابات التي توقعها وهذا يضاف إلى كلام قيلة أيضا ورد في التقرير قبل قليل ورد في هذا التقرير أن ما يفعله حزب الله في محاولته لاختبار منظومة القبة الحديدية من جهة واختبار فعاليتها من جهة أخرى وأيضا تحديد أماكن وجودها من أجل استهدافها والتحدي وكيفية الرد الإسرائيلي على هذه الاستهدافات نحن في هذه المواجهة أمام إقرار إسرائيلي بقدرة المقاومة على جمع المعلومات وعلى استهداف وشعور إسرائيلي حقيقي بأنه مصلحة إسرائيل تستدعي وتتطلب أن تخفي إسرائيل عن جمهورها وعن رأيها العام حقيقة ما يحصل وهذا يعقص أيضا وجه آخر من أوجه الضعف الذي يعاني منه الجيش الإسرائيلي الذي طالما كان يبادر ويقدم ويعلن ومهما المؤتمرات الصحفية التي يعقدها ناطب اسم جيش الإسرائيلي والأفلام التي يفرج عنها إلا محاولة منه لإيجاد نوع من التوازن ما بين إخفائه المعلومات عن ما يحصل عنده وأيضا إظهار بأنه يقوم بجهد كبير مقابل حزب الله ومع ذلك هناك اتفاق واسع في الصرع أن الفجوة لا تزال كبيرة جدا بينما يقوله الجيش الإسرائيلي بأنه يحققه مقابل حزب الله وبينما يعتقدهم المستوطنون ولثيما في المنطقة الشمالية وهذه اخفاقات عسكرية لطالما تحدثنا عنها تحت عنوان الرقابة العسكرية التي مورست في هذه الحرب بشكل دقيق على كافة المستويات دكتور عباس أيضا سنذهب إلى ما كشفت عنه وسائل الإعلام إسرائيلية بما يتعلق رجال الأعمال في صفد والقلق الذي انتبههم بما يتعلق بأن هؤلاء رجال الأعمال المقيمين في صفد تلقوا مكالمات مسجلة على الهواتف الأرضية تدعوهم لبيع ممتلكاتهم والمغادرة ووضعت هذا الأمر بإطار الحرب النفسية التي يشنها حزب الله على سكان الشمال عشرات رجال الأعمال في صفد تلقوا مكالمات مسجلة على الهواتف الأرضية عندما يرفعون السماعة يسمعون هذا التسجيل الصوتي سلام عليكم تحويل كل الممتلكات والبضائع إلى أموال في أسرع وقت ممكن والخروج من صفد بغير ذلك ستكونون فريسة للفئران بين الدمار هذا يضاف إلى حرب نفسية أخرى يقوم بها حزب الله نحن نذكر أنه قبل أسابيع عديدة أرسل رسائل SMS للسكان وبعد ذلك أرسل رسائل خاصة للرؤساء سلطات محلية إذن دكتور عباس نحن أمام جزء من هذه الحرب النفسية ولكن هذا الطلب كيف يمكن وضعه بالسياق بعد كل هذه الأشهر بهذه الحرب المستمرة بداية مفيد الإشارة لأن الإسرائيليون يقولون بأن حزب الله هو الذي يشن حزب الله لم يعلن ذلك وبالتالي التعليق على مقاله الإسرائيليون لا يستطيع أن هناك أي بيان رسمي من حزب الله يتبنى أو يعلن وبالتالي التقارير الإسرائيلي تحدثت عن تعرضهم لحرب نفسية لهجمات سايبر لاختلاقات ولا ما هناك هذا يصير قلق الإسرائيليين كثيرا والأسئلة التي تابع بعض التفاعلات على التواصل الاجتماعي الأسئلة هم من أين حصلوا المعلومات كيف وصلوا كيف حصلوا كيف وصلوا كيف تمكنوا وهل الإسرائيلي وصلت إلى هذه الدرجة من الضعف ولكن هناك نقطة بالغة الأهمية في هذا الموضوع أيضا بعد خمسة أشهر من بدء الحرب في الشهر الثالث الحزب الله وأيضا المقاومة الفلسطينية في غزة نجحوا في أن يسلبوا من الإسرائيلي احتكاره لمجموعة من الأوراق كما في السابق قناة جيش الإسرائيلي يحتكر تصوير العمليات أثناء حصولها ونساعدنا صاروخ الماس وغيره وكيف يحصل الآن أيضا المقاومة حزب الله يسلب أيضا الإسرائيلي احتكار إدارة الحرب النفسية مثلما أن الإسرائيلي يتصل في بيوت ومنازل ورسائل ويشن حرب نفسية وفقا لهذا التقرير حزب الله أيضا يشن حرب نفسية تصل إلى صفد وصبقتها إلى كريات شمونا وغيرها من المناطق حسب التقرير الإسرائيلية وهذا بالنسبة للإسرائيليين له تأثير كبير جدا وأثر على قرارات كثير من الإسرائيليين بأن الحكومة الإسرائيل لا تنجح في أن تجلب لهم الأمن ولا يسقون بأنها سوف تنجح بذلك مستقبل وحتى على الواقع الاقتصادي بشكل أساسي وهذه الاستثمارات الكبيرة التي سحبت من داخل الكيان الإسرائيلي على كل أحوال شكرا جزيلا لك دكتور عباس إسماعيل محل الميدين للشؤون الإسرائيلية من جردة الحساب حينما نتحدث بالداخل الإسرائيلي أو من وجهة النظر الإسرائيلية سنجري هذه الجردة أيضا مع الزميل الدكتور عمر أكيد محل الميدين لشؤون العربية والإسلامية إذن مع دخول العدوان على غزة شهره السادس اتهمت قيادات في حماس إسرائيل بإفشال كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفي بيان مقتضب أعلنت حماس مغادرة وفدها القاهرة لمشاورة قيادة الحركة بشأن مفاوضات وقف العدوان على غزة كذلك أكدت حماس أن مفاوضات وجهود وقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع ما زالت مستمرة هذه المعطيات أكثر نفصلها ونفهم أكثر ما الذي تحقق بعد خمسة أشهر ودخولنا الشهر السادس لهذه الحرب على غزة مع زميلنا الدكتور عمر كايد من إسطنبول محلل الميدين للشؤون العربية والإسلامية مساء الخير دكتور عمر إذن بداية إذا هذه الفترة نحن اليوم في السابع من آذار دخلنا الشهر السادس لهذه الحرب بجردة الحساب الفلسطينية وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية ما الذي تحقق وماذا أنجزت؟ مساء الخير لك وفاو مساء الخير لأسادة المشاهدين طبعا الأهداف الاستراتيجية التي حققتها عملية طوفان الأقصى والآن الصمود الأسطوري الذي يستمر أكثر من خمسة أشهر حتى الآن وما زالت المقاومة وصية ومبادرة وما زالت المقاومة تستنزف الاحتلال هناك أهداف استراتيجية كبيرة حققتها المقاومة الفلسطينية سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الإنقسام في أنواق الإسرائيل أو على الصعيد العالمي أو على الصعيد تغيير نظرة العالم إلى المقاومة لكن ما أود أن أتوقف عنده وفا هو الإنجاز الاستراتيجي الأكبر وهذا له علاقة بتجارب حركات المقاومة عبر التاريخ هذه تجارب المقاومة كل حركات المقاومة عبر التاريخ سواء في فيتنام سواء في الجزائر سواء حركات المقاومة في دول أفريقيا في أمريكا اللاتينية هذه الحركات المقاومة من خلال استقراء تجاربها نستطيع أن نستخلص أو نتوصل إلى خلافة وصلت إليها المقاومة الفلسطينية هذه الخلاصة تقول أنه إذا توفرت هذه الشروط أو هذه العوامل نكون قد دخلنا في مصار التحرير نكون قد دخلنا فعليا في المرحلة الجدية للتحرير الحقيقي للأرض عن أي عوامل نعم عمر نتحدث نتحدث بالتحديد عن أربعة عوامل حققتهم المقاومة الفلسطينية العامل الأول هو له علاقة بتماهي الشعب مع المقاومة العامل الثاني له بتعظم قدرات المقاومة سنة بعد سنة يتعظم قدرات وأكثر فأكثر العامل الثالث له علاقة بتراجع هيبة الردع وقوة الردع للاحتلال أما العامل الرابع فهو تفكك المنظومة الدولية شيئا فشيئا الداعمة للاحتلال والتي تغطي الاحتلال في مقابل تكاتف أو تعاظم القوى المساندة لحركة المقاومة إذا توفرت هذه العوامل الأربعة قد دخلنا فعليا في مصارح هل يمكن أن نفصل أن نأخذ كل عاملين على حدة لأنك بدأت وهذا ملفت أن تبدأ بتماهي البيئة الحاضنة والشعب مع المقاومة وكذلك تحدثت عن تعاظم هذه القدرات للمقاومة بهذين العاملين ما الذي قصدت؟ أتحدث ستراتيجيا سياسيا وميدانيا عمر إذا أردنا أن نتحدث مثلا عن العامل الأول وتماهي الشعب مع المقاومة نرى هذا يتحقق بشكل كبير وواضح سواء مثلا إذا أردت أن أركز على جبهة غزة أو جبهة جنوب لبنان نرى أن الشعب مثلا القوى التي تتقدم وتنتسب للمقاومة أكبر من حاجات المقاومة هذا يعني معناه قد تلوستشهد الكثير من المقاومين لأننا في معركة تحرير وبالطبع سيكون هناك شهداء وشهداء كثر ولا يوجد أي حركة مقاومة تخررت من الاحتلال لم يقدم أبناء هذا الشعب تضحيات كبيرة لأن الاحتلال حين احتلها هو أقوى منها بأضعاف كثيرة أولا العامل الأول هو أن يكون عدد المنتسبين إلى حركات المقاومة أكبر من الحاجة التي تريدها المقاومة العامل الثاني أن يكون هناك حاضنة شعبية للمقاومة يصبح الأخ والأخت والابن والأب كلهم منخرطين في هذه العملية مثلا في جنوب لبنان يخبرون بعض الزملاء الذين هم موجودين بيوتهم موجودين في جنوب لبنان أن الناس تترك مفاتيحها للمقاومين تضع لهم المؤان الغذائية وحتى لو تدمرت بيوتهم لا تجد أحدا إلا نادرا من ينتقد المقاومة بالطبع هناك أناس سينتقدون المقاومة هذه نفوس بشرية وأيضا المقاومة قد يؤيدها البعض وقد ينتقدها البعض وهذا طبيعي لكن المزاج العام السواد الأعظم من الناس رغم ما يحدث من خسائر ومن تضقيات ومن دمار تبقى الناس تقول نحن مع المقاومة وبيوتنا فداء لهذه القضية وفداء لهذه المقاومة النقطة الثالثة وهي مهمة وكان يركز عليها بالتحديد الشيخ صالح العروري هي أن يكون هناك تتالي للضربات المحتل يعني مثلا الآن ما يجري في الضفطة يأتي حتى من خارج بيئة المقاومة من خارج منظومة المقاومة من خارج بنية المقاومة عمليات طاعن عمليات دهس عمليات قتل بالمسدسات أن لا تترك المحتل يرتاح أبدا مثلا في العراق لماذا لماذا انسحب الجيش الأمريكي من العراق حين يخرج من سكناته يتعرض إما لعبوة ناسفة وإما لإطلاق نار لا تترك المحتل يرتاح أن تصبح عملية المقاومة عملية شعبية عارمة وهذا ما نأمله أن يكون في رمضان في الضفة وقد يمتد للـ 48 وأن يأتي بمساندة أكبر من الدول العربية وأن يرتفع أيضا مستوى القتال أكثر فأكثر في جبهات المقاومة كما نرى في مثلا اليمن وفي جنوب لبنان بالأمس سجل اليمن واحدة من أهم العمليات ضد الاحتلال الأمريكي وضد السفن الأمريكية والآن حزب الله أيضا يصعد من عملياته ويتحدى الاحتلال ورغم كل التهديدات يتحدى الاحتلال ويصعد أكثر في عملياته هذا فيما يتعلق بتماهي الشعب مع المقاومة وهذا رأيناه في كل المخطات سواء في الجسائر سواء في فيتنام مثلا في فيتنام حين كان يأتي المقاومون والمناضلون يأتي الناس مثلا يريدون أن يقطعوا النهر يقفون في النهر بشكل يعني اثنين 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 ويضعون بعض الخشب على أكثافهم ويجعلون المقاومين يشكلون لهم جسر بشري لكي يقطع المناضلون والمقاومين الطريق بصورة سريعة وفشل الإسرائيلي بدق الإسفين تحديدا بين هذه البيئة الحاضنة بكافة الجبهات المقاومة ولكن بتعاضم قدرات المقاومة كان هناك العديد من المحطات الفاصلة مثلا حي الزيتون الذي فجر المفاجآت بقدرة بدنا نسأل عمر هل بالفعل يتم التصنيع حتى الآن أثناء هذه المعركة إلى أين وصلت قدرات المقاومة حتى تستكمل وكان يقول قبل قليل الدكتور عباس إسماعيل بموازين القوى نحن أمام قوتين غير متكافئتين على جميع الصعود إذن كيف يمكن الحديث عن هذه الجزئية ولو باختصار لو سمحت ننتقل إلى العاملين الثالث والرابع بالنسبة لتعاضم قدرات المقاومة يتضح أن المقاومة قد بدأت بالحجر والسكين وبالعبوات الحارقة الزجاجات الحارقة ثم بالمسدس ثم بكلاشن العوزي ثم انتقلت للعمليات الاستشهادية ثم بدأ القسام واحد والقسام اثنين وقسام ثلاثة الصواريخ وكان يقولون عنها صواريخ عبثية اليوم نتحدث عن شبكة أنفاق يعجز الإسرائيلي عن تفكيك لغزها حتى الآن أنا أريد أن أختصر وفا بأمر أن المقاومة في غزة وليطمئن الجميع المقاومة في غزة هي مقاومة إن صحة تعبير بقية لا يمكن أن تمسك بهذه المقاومة لا يمكن أن تقضي على هذه المقاومة سواء بالأنفاق نحن نتحدث الآن عن أكثر من خمسة أشهر الإعلام الإسرائيلي والإعلام الأمريكي يقول دمرنا في أقصى حد عشرين بالمئة من الأنفاق طبعا الأنفاق هناك الكثير من الألغاز حتى الآن لم يكشفوا أحد ولا يعرف أحد طريقة المهندسين كيف بنيت الأنفاق كيف تمنع دخول المياه كيف تمنع دخول الغازات كيف ركبت الكاميرات كيف هي الأنفاق الهجومية الأنفاق الدفاعية الأنفاق التي لا علاقة باحتجاز الأسرى بالأمور اللوجستية حتى الآن نتحدث عن أكثر من 130-140 أسيرة لا يستطيع الاحتلال بكل تكنولوجيا التي لديها أن يصل إليها نتحدث عن ثلاثة أمور بشكل أساسي أولا العديد مهما استشهد من قوات المقاومة هناك بدائل أيضا التدريب القوي نتحدث عن قوات نخبة من الدرجة الأولى من في هذا العالم يستطيع أن يقاتل الجيش الإسرائيلي بهذه التقنيات وفأريد أن أقول شيئا ولا أكشف السرا وهذا سمعته من أكثر من قيادة المقاومة الإسلامية حماد بعض الناس الداعمين للمقاومة بعض الدول الداعمة للمقاومة حين نفذت عملية 7 أكتوبر وهذه الدول معروفة بدعمها لمقاومة كانت تحدث القيادات بأنكم انتهيتم انتهت حركة المقاومة الإسلامية حماس وانتهت المقاومة في غزة لأن وصول الأمريكيين وتهديدهم بهذه الطريقة ومع إمكانيات المقاومة الشعبية مهما بلغت إمكانياتها تبقى مقاومة شعبية إمكانيات محدودة مع هذا الهجوم وهذه التكنولوجيا وهذه القدرات وإصرار الأمريكيين أولا ثم الإسرائيليين على تدمير المقاومة كانوا يقولون لهم أنكم انتهيتم وبدأوا يفكرون في مرحلة ما بعد حماس كيف يمكن أن نقلل ولا يبادل شعب الفلسطيني لكن فجأت هذه الدول فجأت هذه القوى بصمود المقاومة الفلسطينية حتى الآن الناس كلها مذهولة بكيفية صمود هذه المقاومة الفلسطينية حيث اليوم يقول جدعون ليفي أعتقد أحد المحلين الإسرائيليين في جريدة هاريت يقول تحولت حماس إلى بطل العرب وأنا أقول أن حماس والمقاومة الفلسطينية تحولت إلى أحد أهم حركات المقاومة في العالم استطاعت أن تقدم برهانا للعالم أن حركات المقاومة ومهما ضعفت ومهما بلغت إمكانيات أو خوصرت إمكانيات وكانت إمكانيات ومحدودة تستطيع أن تواجه أعتى جويش العالم مهما بلغت قوتها وسطوتها وشدتها وضعتها كان بمسألة خلافية وأساسية إسرائيل تسعى وتبحث تحديدا عن اليوم التالي واستعادة الصورة الردعية هناك تراجع بهيبة الردع الإسرائيلية وهذا خسرته بشكل كامل هذا العامل كيف يمكن أن نفصل به أتحدث من ناحية حتى فلسفة المقاومة عمر وكذلك تفكك المنظومة الدولية نحن لم نشهد يوما ما بتاريخ منذ أيام النكبة حتى الآن هذا التضامن هذه الرؤية الكبيرة التي تقف إلى جانب فلسطين والتي باتت تطالب بزوال هذا الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بتراجع قوة الردع واضح أن الإسرائيلي منذ بدء المعركة هو يخوط حربا عمياء لا معلومات استخباراتية دقيقة برغم كل أجهزة الاستخبارات والتطور التكنولوجي الموجود يستعيد عن ذلك بضرب الحاضنة الشعبية كلما ضرب في الحاضنة الشعبية ويريد كلما ضرب في الحاضنة الشعبية يعني أنه لا يستطيع أن يحقق إنجازات عسكرية حقيقية ضد المقاومة الفلسطينية يعني في الشمال قطاع غزة رغم حرب التجويع رغم كل هذا الهجوم المكثف رغم الضرب القوي ودخول كافة قوات النخبة تقريبا من لواء جولاني إلى جفعاتي إلى المضلوليين إلى شمال قطاع غزة ما زال المقاتلون يقاتلون في شمال قطاع غزة وما زالت معركة حي الزيتون وما يجري في قطاع غزة أريد أن أؤكد على نقطة وفا أن هناك عمليات تصنيع تتم داخل المعارك ومعركة الزيتون تثبت أن العبوات كانت أقوى العبوات التي ولا أدري إن كانت المقاومة يعني أنا لا أدعي أن عندي المعلومات لكن العبوات كانت أقوى وكانت تدميرها مكثف وكانت تدميرها أشد ما وصلني من معلومات أن هذه العبوات قذائف اليسين التي صنعت في هذه المعركة كانت تصنع من القذائف والصواريخ التي أسقطها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولم تنفجر صنعت عشرات أو مئات القذائف وتم بها خوض هذه المعارك وقوتها التدميرية كانت أقوى هذا يؤكد أن المقاومة قادرة على التصنيع حتى في هذه الظروف الصعبة هذا يؤكد أن ما زالت جرأة المقاومة الفلسطينية وقوته وثباته وعناده وأسراري ما زال في مستوى عالي الأمر الثالث حتى نفسيا تلاحظي الآن مثلا الفلسطيني بات يشعر أنه حتى لو أينما وصلت المعركة نتائج 7 أكتوبر وفمهما وصلت المعركة من نتائج لا يمكن أن تمحى هذا التصدي الأسطوري الذي قامت به المقاومة الفلسطينية استطيع أن يؤسس مثلا أنا أفترض أسوأ الاحتمالات أسوأ الاحتمالات وهذا لن يحدث ولن يحدث ونؤكد أنه لن يحدث لو أبيدت المقاومة مثلا من قال أنه لن يأتي حركات مقاومة أخرى هذا الشعب يناضل منذ مئة عام من قال أنه لن يبني بتجارب تاريخية صحيح أقوى وأشد وبطريقة منظمة أكثر وبطريقة فعالة أكثر من قال أنه إذا قضيت مثلا على حركة مقاومة لا تخرج حركات مقاومة أخرى هذا الطريق نحن بدأنا مصارا بدأ الناس تشعر أنه يمكن تحرير فلسطين أن هذا العدو هو يقاتل لكن هذه الصورة التي رسمها حوله هذه الصورة ليست كما هي مرسومة لا أريد أن أقول وهمية لكن ليست كما يدعي أنه هو الجندي الذي لا يقرل لا لقد قهر تحت بساطير المقاومة هذه التحولات في الجيش يعني حتى مثلا المقال الذي نشره جدعون سائر يقول إسرائيل أصبحت منبوذة يقول خمسة أشهر من القتال لم نستطع أن نحقق شيئا لم نستطع أن نطلق الأسرة لم نستطع أن نقضي على حركة حماس الضفة تريد أن تنفجر هناك نزوح كبير بعشرات الآلاف من مناطق القتال في غلاف غزة وفي شمال فلسطين هناك نزوح ولم نستطع حتى الآن أن نعيدهم ونؤمن لهم الأمام وأيضا حظب الله يتجرى وكل يوم يضرب إسرائيل كل يوم يضرب إسرائيل ولم نستطع زمينا دكتور عمر فقط لنكسب الوقت بدقيقة واحدة فيما يتعلق بتفكيك المنظومة الدولية نحن وبتنا أمام أي مشهد لصورة إسرائيل على المجتمع الدولي هذه بمحصلة أساسية ولا يمكن أن نتخطها لأنها كانت الظاهير الداعم والأساسي له بتدمير غزة دمرت إسرائيل صورتها في العالم 75 سنة تبني إسرائيل صورتها عبر وسائل الإعلام وعبر شركات الإعلام وتضوق وعبر لبياتها وعبر الجامعات وعبر السياسيين وعبر كل أدوات الضغط وعبر السياسيين وتضوق مليارات الدولارات لتبني هذه الأسطورة وأنها ملتظمة بقيم حقوق الإنسان وأنها دولة تهرب من الاضطهاد وأنها دولة ديمقراطية وأنها دولة تراعي قيم حقوق الإنسان إسرائيل أصبحت باعتراف الإسرائيليين أحدى الدول أكثر الدول المنبوذة ولديها كراها عميقة في كافة أنحاء العالم حتى الأمريكيين الذين هم أصدقاؤهم باتوا محرجين منها حتى الأمريكيين باتوا محرجين منها مؤسسات حقوق الإنسان مؤسسات الدولية اليوم أربع جامعات في النرويج تقطع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل الرئيس الإسرائيلي هيرتسو يخشى من أن يذهب إلى هولندا ويجري القبض عليه ببعض المذكرات التي قدمها بعض الدعوة التي قدمت بأنه يرتكب إبادة جماعية في الوقت نفسي وهذه آخر جملة تتعظم قوات الدعم للمقاومة في كافة ألحاء العالم نرى في جنوب أفريقيا في البرازيل في فنزولا حتى كندا التي هي مؤيدة للاحتلاء الإسرائيلي قررت أن تعيد دعمها للأنوروات وفي أيضا جبهات الإسناد تتعظم قوتها هذه أول مرة أول مرة نرى المقاومة الفلسطينية تخوض حربا وتخوض معها قوة أخرى من مناطق ودول أخرى تقوم وتفتح جبهاتها لمساندة قطاع غزة ولمساندة الفلسطينيين وتتحدى إسرائيل وتتحدى أيضا أمريكا ولا يجرؤ الإسرائيليين ولا الأمريكيين أن يقودوا تجاههم حربا كبيرا هذا باستعادة للفكر التحرري على المستوى العالمي الذي اتخذت فيها هذه المقاومة الفلسطينية نموذج يعمم عمر شكرا جزيلا لك الدكتور عمر ركايد محلل الميادين لأشؤون العربية والإسلامية كنت معنا من إسطنبول والآن إلى جبهة جنوب لبنان حيث أكدت وسائل الإعلام إسرائيلية ارتقاء حزب الله في مستوى الهجمات سواء بصليات ثقيلة أو باستخدام صواريخ منحنية المسار وصواريخ دقيقة أكثر أصابت أهدافها بدقة ونتابع آخر هذه التطورات كالعادة بهذه الجبهة مع محلل الميادين لشؤون اللبنانية والسياسية الزميل عباس فنيش مساء الخير عباس اشتقنا لك من رمات ماهرون حتى الآن قبل أسبوع نحن أمام مشاهد من عملية الاستهداف للمقامة الإسلامية سوف يمكن نعرضها بشكل كبير ولكن أود أن أبدأ معك بالحصيلة كنا نتحدث بحصيلة وجهة نظر إسرائيلية لهذا العضوان من وجهة نظر الفلسطينية أنا سأتحدث معك بحصيلة هذه الأيام الماضية بالمستويين السياسي والميداني في البداية لابد أن نقول أن هناك مسارات خلال الأيام الماضية قد جانبت بعضها البعض تحدث عن المسار الميداني وطبيعة العمل في هذه الجبهة وإيضا كان هناك مسار دبلوماسي وعودت أموس هوكستين إلى بيروت وحصول ما حصل وسنأتي بالتفصيل وإضافة إلى ذلك كان هناك مسار سياسي يقوم بحزب الله من خلال التصريحات أو حتى من خلال بعض الجولات التي قام بها وكان أبرزها الجولة واللقاء مع العماد ميشيل عون بالتالي المقاومة تعمل في الميدان تراقب الحركة الدبلوماسية وتعيد الحراك السياسي في الداخل اللبناني بما يفيد الجبهة طبيعة الحال لأنه اللقاء مع العماد عون إذا ما نيجي الموضوع السياسي كان لم يكن الأول طبيعة الحال والوفد كان مؤلف زاره رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بروزية الحج محمد رعد وكان أبقى كمان الزيارة اللي قبل كان هو قد زاره على رئيس وفد في عدد من النواب نواب كتلة الوفاء للمقاومة ولافت أن العماد عون سأل كثيرا عن الموضوع ومجريات الميدان سمع شرحا كان لقاء ممتاز بحسب أجواء الميدان مصادرنا وسمع شرحا عن الواقع الميداني في جنوب لبنان من الوفد وفاته بتفاصيل تم تشريح هذه الجبهة وطبيعة العمل وكيف يعمل الاحتلال وكان لديه قلق بحسب معطيات الميدان أنه طيب ماذا يحصل وعندما سمع للشرح عبر أنه أصبح أكثر تياحا يعني هو لديه ثقة أن المقاومة تتصدى وأنها تقدم التضحيات لأنه كان في لديه مخاوف عبر عنها ببعض الموقف وقال أن هذه المخاوف تم تبديدها وهو توقف ماليا عند تضحيات أهل الجنوب يعني أخذ يسأل عن قرى ماذا يحصل طبيعة الدمار وتوقف عند التضحيات وشوداء المقاومة اللبنية وده كان لافت خلال الحديث تعرف إخرشي الحجم حمد رعاة قدم ابنه شهيدا في هذه المواجهة أيضا كان لافت الموقف الذي عبر عنه تجاه الغزة هو يعتبر ما يحصل في غزة إبادة متضامن كامل التضامن مع الغزة وهذا يؤكد أنه لا سبيل سوى المقاومة من أجل الخروج من هذا المشهد العنيف وهذا المشهد الدموي الذي يقوم به الاحتلال يعني هو مدرك لحجم الإبادة ويؤيد خيار المقاومة الفلسطينية بالكامل هذا بحسب معطيات الميدين بالتالي الزيارة كانت ممتازة مد الجسور بين حزب الله وكافة الأفريقاء في لبنان مستمر وهذا له علاقة بالدرجة الأولى لأن حزب الله يعلم أن هناك بعض التساؤلات البعض في لبنان لا يعلم تفاصيل وطبيعة ما يحصل في الجبهة وهو معني أكثر فأكثر بتشريح وتقديم هذه الجبهة لهم هذا على مستوى الحراك السياسي طبعا كان بالموازات في حراك دبلوماسي قام به هكستين وأيضا كان في الموضوع الميداني لأنه أيضا بزيارة هكستين سئلة الكثير في جبهة عذرا بالمكون المسيحي أوحى بها بخلال لقاءاته هكستين عباس لا لا هذا كان واضح من أجواء العماد عون وحتى من أجواء مقابلة التي أجرى قبل أيام النائب الأمين العام لحزب الله أنه ما يجري تطخيمه هو تقوم مكانة إعلامية بتطخيم موقف ما يسمى بالمكون المسيحي داخل لبنان ولكن هذا السياق العام موجود بين يدي حزب الله وعن يسمعه بعض وفي مد جسور بين عدد من الأفريقاء وهذا العماد عون برمزيته هو رئيس سابق الجمهورية لديه وزنه في الشارع المسيحي وهو موجود في الوجداء المسيحي هكستين إذا بدنا نيجي نوصف زيارته بماذا أتى هذه الماركة هناك بعض ما ضخم في الإعلام اللبناني ولكن هناك ما هو صحيح نعم هكستين جاء إلى لبنان وقد اعتبر أن الهدنة في جيبته في جيبه وكان عم يحكي بهذا النفس أنه يلا فصلوا الجبهات وفصلوا الإعلام أنه الأمريكي كان يروجه ونحن بين إيدينا معطيات معينة كأمريكيين تحتم وقف الجبهة ففوجئ أنه ليست بهذه السهولة وأن ما كان يطلبه ليس سهل المنال طبعا كان في حديث بينه بالرئيس مجلس النواب نبيه بره وقال له الرئيس بره أنه أنت تتحدث عن هذا الموضوع شرح له ما حصل وبالتالي إذا كنت تتكلم عن نوايا حسنا فهذا بحاجة إلى ضمانات تعرف أنتها مثلا هلأ بيحكوا عن الهدن بغزة صحيح هذا هو مطلب أساسي بالنسبة لهم حتى لا شيء مكتوب ولذلك الرئيس بره قال له لهوكستين قال له هل هناك ما هو مكتوب هل أنت قادر على أن تأتي بما هو مكتوب وهذا أسقط بيده هوكستين يعني ما قدر يجيب شيء مكتوب حتى بهذا الموضوع اللي له على أبو الضمانات وطبعا تفاجأ من عدم قبول ما طرحه عند الفرقاء اللبنانيين وبالتالي هو قال أن يراجع وبقى أحدا من فريقه هم موجود في لبنان ولكنه في المدى المنظور لا شيء في جيبه طبعا بهذا المحل كمان في حراك ونحكي عن رئيس بره في حراك عم ينحكي أن الرئيس بره في حراك عم يعملوا اتجاه الدول الخليجية ومنها قطر وسوي فويد أو أوفد نائب عليه حسن خليل معاونة والسياسة هون المصادر الميدين تؤكد أن هذه الرحلة وهذه الزيارة هي حصرة محصورة بالملف الرئاسي اللبناني يعني حتى لا تحتمل التأويل بالموضوع الميداني هي محصورة بالملف الرئاسي وبطبيعة الحال التعرفي بالأيام الماضية صار في حراك أو صار في حديث الموضوع الرئاسي ولكن لا يوجد شيء مترجم عمليا لا يوجد شيء مقرش ليس هناك شيء عملي بهذا الموضوع وبهذا الاتجاه زيارة النائب علي حسن خليل وبالتالي عندما نريد أن نختصر المشهد السياسي والدبلوماسي ما زال محكوما بالميدان وما زال محكوما بالنوايا الإسرائيلية التي هي نوايا خبيثة ليس هناك منضمنات وبطبيعة الحال لأن الموضوع هيك لا تزال الكلمة العليا فيها العين والكلمة فيها للميدان المقاومة تصدى وجاهزة للتصدي وهذا ما أثبتته خلال الأيام واليوم أيضا بزيارة الجرعة خاصة من خلال المحلقات التي استهدفت بعض المحلقات بالجولة لأن سماء الشمال كان لا يختلف عن سماء جنوب لبنان هذا حكي إسرائيلي صحيح بيحكم بهذا الممتل نعم بعد 150 يوم لابد من الوقوف قبل أن نجي على الإحصاءات وتحديدا شهر شباط وفيه نقطة تحول سنفصل فيها بالأمس كان هناك إصدار من الإعلام الحربي إذا نجي الموضوع الميداني كان لافتا أنها أصدرت وقامت بعرض عملية في بركة ريشا من خلال صاروخ ألماس الذي كشفت عنه الميادين وكشفت عن تفاصيل الميادين في حلقاتها رمات ماهرون وكان هناك استهداف لآلية تابعة للاحتلال نحن نعرف ألماس صار في عدد من الاستهدافات ولكن الكشف عن استهداف أو استهداف آلية يأتي في سياق صحيح هذا ما نتبعه وقال المقاومة بين يديها عدد كبير من الأهداف وبين يديها عدد كبير من الاستهدافات ولماذا تكشف عن استهداف لآلية تابعة للاحتلال نحن نحن نحط سياق في الأيام الماضية كنا نتذكر أن نحكي عن إفشال إحباط محاولات تسلل ونتذكر نحن البيانات الشهيرة طيب بنفس الوقت حصل ويحصل رصد يومي وهذا دليله البيانات المسطرة والمسطرة من الإعلام الحربي عندما يتحدثون عن استهداف انتشار جنود أو تجمع جنود فهي بلشت ترجع تقرب على الحدود اللبنانية بعد ما كانت منكفئة بكيلو أو كيلو ونص في عمق كيان الاحتلال طيب وكأن هناك تحرك في موازات الحدود أو على الحدود بدأ يقوم به الاحتلال مجددا طبعا منعرف نحن أن العواصف انتهت يمكن أن يرجع يعزز الأجهزة التجسسية يرجع يرممها وهو يعزز انتشاره وتجمعه ومعه عدد من الآليات لأنه عندما نتكلم عن هذا العمل ونتكلم عن نوايا الاحتلال نعم قد يظن الاحتلال أنه قام بتسلل وأنه سيكرر عمليات التسلل هذا احتمال الاحتمال الثاني لا تعرف أنت اخر شيء الجيوش تفكر باستعادة هيبتها خاصة على المواقع الحدودية ليش؟ هيبتها وفعاليتها خلال الأسابيع والأشهر الماضية المواقع الحدودية فقدت فعاليتها خاصة لجهة حماية المستوطنات وهذا أمر أساسي هنا لازم يأكدوا عليه لأنه دائما يريدون تطمين المستوطنين وبالتالي يحتاجون إلى العودة بشكل بشري وبشكل مركبات وأليات إلى هذه المواقع ومنها قد يقومون نحن نحلل الحركة العسكرية نستشرف أنهم قد يقومون بتحرك باتجاه بعض العوارض أو خارج بعض المواقع وبالتالي هذا كله مرصود من قبل المقاومة وكله خاضع للتحليل وكله خاضع لكيفية التصدي لما نشوف هذا المشهد المقاومة تقول التالي أنا لدي جمع معلومات وأستهدث معلوماتي وبالتالي كما علمنا بوجود المركبات العسكرية بوجود الدبابة باستهداف أجهزة التجسس نحن نعلم الآن بوجود آلية فإذا أردنا أن نختصر ماذا أصبحت استهدفت المقاومة بهذا السلاح تحديدا وهو سلاح يرمي بأهداف ليست مرئية بالعين المجردة بصير عندنا نحن المواقع أجهزة التجسس دبابات وآليات ثكنات ومباني والآن نحن نشاهد أن هناك آليات مثل هذه الآلية التي شاهدناها ويبقى علامة الاستفهام ما هو التالي هذا كله يأتي بعد عمل كبير حصل في شهر شباط كان لديه دلالته ورمزيته فينا نحن نشوف الإحصار لأنه أصلا بعد 150 يوم نقيل نقطة التحول لماذا كان نقطة التحول بعد 150 يوما من الحرب كان هناك يعني هذا بالمجمل 1194 عملية عسكرية وكان هناك أكثر من 2000 قتيل وجريح لما نحكي عن هذه العمليات فيها عدد البدو يراجع موقع الإعلام الحربي موجود هذا التفصيل ولكن كان لافت فيه خلال شهر شباط أن هناك 61 عملية فقط في منطقة مزارع شبعة وهذه نقطة كتير أساسية طيب شباط نقطة التحول في جبهة المساندة مجموعة الاستهدافات في شهر شباط كان فقط عفوا فقط في شهر شباط 203 استهدافات نتكلم عن الاستهدافات مش معناتها المقذوفات أو القذائف لا نتكلم عن مجمل الاستهدافات لأن كل الاستهداف ممكن يكون فيه عدد من المقذوفات زياد 142 موقع حدودي في شهر شباط 13 منها موقع خلفه 12 نقطة حدودية و32 مستوطنة إضافة إلى أربع استهدافات في الجو كان أبرزها مسيرة هرمز بنحره 450 متذكر كان في إسقاط لسكايلارك الرمايات كان هناك 99 رماية صاروخية مش 99 صاروخ يعني 99 مرة التي كل رماية يمكن أن تتضمن عدد 50 رماية موجهة 23 رماية بالمدفعية و13 رماية بالسلاح المباشر وهناك عدد كبير من الأسلحة المختلفة مش هيجي تفصيلها لأنه بيصير بالمفرد والانفرأ حتى نحن نكسى بالوقت أنواع الأهداف كانت على الشكل التالي مواقع مباني تجمع جنود مستعمرات منازل الثكنات انتشار جنود ومقرات للقيادة وهي كانت ليفتي معها القواعد العسكرية والقدرات العسكرية والأجهزة التجسسية وهوتليت الإخرانيات كانت بارزة ليش لأن المقاومة عندما ذهبت إلى المعالجة كانت تعالج بناء إما على الواقع الميداني إما بناء على الرد على الاستهدافات التي كان يقوم بها الاحتلال وإذا أردنا أن ننظر بالخريطة الاحتلال ماذا كان يستهدف يعني كان في اعتداءات على اللبنان ذهبت وصلت إلى البقاح طبعا نحن حكينا عن واحدة وستين استهدافا في مزارع شبعة وكان هناك عدد من الاستهدافات في الداخل اللبناني من قبل الاحتلال بعلباك بطبيعة الحال كان هناك استهداف لقرى حدودية بشكل مركز هي مركبة وحولة ومسل جبل وبليدة وكان هناك استهداف أيضا في القسار الشباب يمكن أن يصير عندهم شبه القسار نحن أصدنا فيها الحدود الشرقية يعني داخل الأراضي السورية كان هناك غارة وكان هناك استهداف في الطريق الساحلية خاصة جدرة والغازية الاستهداف الكبير الذي حصل في الغازية وكان معهم أيضا البيسرية والمنصورة وهناك استهداف في قرى قضاء سور يعني نحكي عن عدد من القرى مثل كفرة وياطر وصدقين وغيرها إضافة الاستهداف الدائم في رأس النقورة وفي قضاء النبطية كان هناك عدد من الاستهدافات مثلا بجبشيت وبعدشيت وبالجرمة وبزبدين وغيرها من القرى وكان اللافت استهدافات في إقليم التفاح طيب هذا كله شعاع الاستهداف من قبل العدو المقاومة في ردها لما حكينا قبل شوي عن قدرات ومواقع عسكرية كان هناك نمط جديد من الاستهداف في شهر شباط الإحصاء الذي أصدروا إعلام الحربي قال أنه 23 كم بالعمق ولكن كان اللافت توسيع شعاع الاستهداف من الغرب بتشاهد الشرق لأنه شيء صرنا نجعل نشوفنا الجولان أكثر تحت العين وشوفنا استهداف فوق نهارية كرد على الاعتداءات التي قام بها الاحتلال وعندما ننظر إلى الشعاع كيف تدرج نلاحظ أن هناك عمل مركز في منطقة الجولان نشوف مربط الزعورة تعرض كذا مرة فكانت كيلع قاعدة يواف طبعا نفح كان هناك عمل في طبري أعلن عنه الإعلام الاحتلال ولم تعلن عنه المقاومة وطبعا المستعمرات من كفاريوفال كفاربلوم الملكية يرؤون إيفان مناحم أيالون عفدون جعتون هذه المستعمرات كلها كانت تحت النار إما ردا على الاستهداف المدنيين أو تم استهداف قواعد عسكرية وقدرات عسكرية فيها وبالتالي عندما نتحدث عن قدرات وقواعد عسكرية نقول أن شهر شباط كان فيه تركيز من قبل المقاومة على استهداف القدرات العسكرية من ثكنات من مراكز جديدة من مرابض طبعا كان في قبة حددية مستهدفة وهذا يؤشر أن المقاومة عندما تقوم بردها على الاستهدافات تركز وتكثف استهدافها بما هو مجد عندما نتكلم ما هو مجد المجد في هذه المواجهة مش أنه توسع شعاعة لأن البعض قد يفكر أنه لم يرحوا ضربوا حيفا لما ضربت الغازية لا طبيعة هذه المواجهة تحتاج فيها المقاومة إلى أعمال مجدية وتؤدي إلى فعالية على مستوى المساندة والتضامن وعلى مستوى الميدان لما شفنا استهدافات في الجولان تم استهداف قدرات عسكرية من مرابض أو قواعد عسكرية من ثكنات وغيرها وعندما رأينا أن المقاومة ذهبت باتجاه الغرب لتوسع واستهدفت قريب نهرية هي تقول أنا بدأت وأقترب من المدن الأساسية ولكن أقترب بشكل مدروس وبشكل ملموس وطبعا كانت صفد وميرون بدأت تصبح مثل الأهداف الروتينية بالرد إذا لاحظنا نحن وعندتين وغيرها بالتالي الجبهة مازالت تحت سقف مضبوط من قبل المقاومة وهي تعلم كيف تتعامل مع العدو واستهدافاته في الداخل اللبناني وهي تعلم ماذا يقوم العدو بالاستهدافات بالمناسبة أنا لا أقوم الآن هذا يمكن يحتاج إلى تفصيل كيف تقوم بالرد في الآوينة الأخيرة ولكن لنقول التالي مشكلة غارة تقوم بها الاحتلال في الداخل اللبناني المقاومة تتفاجأ فيها لأنه غالبا يكون هناك تماثل وتقابل بالرد وبالتالي الشعاع والمدى الذي شهدناه في شهر شباط طبيعة العمل وطبيعة التكثيف من قبل المقاومة والخلاصات التي سردتها أنت في البداية عن طبيعة العمل كيف بدأ يحلله الخبراء الإسرائيليون يقول أن الشباط نقطة تحول للأيام المقبلة وستكون حاكمة بطبيعة الحال الطريقة التي عملت فيها المقاومة في شهر شباط ونحن سنلاحظ أن التكثيف الذي يقوم به الإسرائيلي سيقابل بتكثيف وتوسيع على طريقة المقاومة بشباط شفنية من الشرق باتجاه الغرب بهذه المدايات وهذا الشعاع نحن بدنا نشوف كيف سينعكس ذلك على الجبهة اللبنانية التي لا تزال حتى الساعة جبهة تضامن وإسناد وعلما عباس باتة العنوان الرئيسي سأختم بها لأنه انتهى وقت الساعة المخصصة لبحث هذه الزوايا الثلاث يعني صليات حزب الله هي تستنفذ هذا ما يعنونه الإسرائيلي القدرات كذلك لإسرائيل الدفاعية وهنا نتحدث عن أسئلة كبيرة بالنسبة لهذه القبة الحدودية وأيضا أنظمة الدفاع والأصل استهداف القدرات وإرهاق قدرات الجيش وطبعا الرضع الاعتداءات والبيوت بيكون باستهداف مباني وبيوت ولكن التركيز في هذه المرحلة كان أكثر بمستوى أعلى على القدرات شكرا جزيلا لك عباس فنيش محلل الميدين للشؤون اللبنانية والسياسية وإلى هنا نصل إلى ختام هذه المساحة مشاهدين الكرام من تغطيتنا المفتوحة والمتواصلة اشتركوا في القناة